اخواني واخواتي سلام الله عليكم اهلا ومرحبا بكم بايم الجديد احياكم الله وجميع الاصدقائي متتبعين الاوفياء الاعزاء فين ما كنتوا في العالم. نتمنى تكونوا بخير وتكونوا يا ربي بصحة جيدة. كما العادة. بدون ايطالة بدون نموز ايادات. قد نهضروا الى جوجة ديال النقط اللي هي مهمة للغاية. النقطة اللي اللي كتعلق بالفنادق ديال الجسر ديال الكناريس اللي كيشدوا هاد المهاجرين. يعني اللي ما عندنا في الورق اللي كانوا كيشيوا. والنقطة التانية قد نهضروا على التعطيل ديال البوابة الالكترونية ديال السبع. كذلك يهم الناس يعني اللي كيعيشوا في اسبانيا. ولكن قبل اه ربما الى لاحتم معي في المينياتور. هدا غد يكون اخر فيديو تقريبا ديال هات السنة ديال الفين وواحد وعشرين. لهذا كان بغي نقول لكم يعني السنة اللي غدا تكون ان شاء الله غدا تدخل لي هي على الابواب. اللي يبقى كيف يعني ما هو له. اليوم احنا واحد وثلاثين فات الشهر هذا. وغدا ان شاء الله اللي هو واحد. شهر واحد ديال الفين وواحد وعشرين. ونتمنى هات السنة هاتي تدخل علينا. الصحة والعافية والرازق. يعني وكل ما كانت منه ان شاء الله. كذلك نبغي نشكر جميع المتتبعين ديال هاد القناة كلكم باسمائكم. من اول واحد دار ابوني في القناة. حتى الاخر واحد والله وحدة اللي ربما يدير ابوني في هاد اللحظة. اللي راني كانت تكلم فيها. فكان بغي نشكركم جزيل الشكر. يعني من كل قلبي على الطيقة ديالكم في القناة هذا. وعلى الدعم ديالكم ليه. لانها قناة يعني ديال الجميع. ماشي قناة ابو رازانو. انما قناة ديال الجميع. الناس اللي راكم تشتركين فيها. اثنين وخمسين الف لا الى ديالنا الحمد لله اللي راها واصلة دابا. فكانت شرف بكم كاملين. كلكم باسمائكم نساء رجال كبار في سن صغار كما كنت. وكلكم باسمائكم. تحية كبيرة لكم. وكانت منى لكم كما قلت. سانة ان شاء الله تدخل عليكم الصحة والعافية. كل ما تمنيتم. باش ما نطولش عليكم بزاف. مشينا باش نهضروا على النقاط ديالنا ان شاء الله. وانسالي والفيديو باش ما ننضيش لكم بزاف. ما الوقت ديالكم. انا كان اعرف الوقت. يعني ديالنا كله كيسوى يعني تامعين. اه النقط اللي قد نتكلموا عليهم كما قلت في البداية. النقطة اللي ولا هي هدي اللي كتشوفوا معايا. ديال البوليس اللي غادي يكون تفتيش هي ابتداء من غدا واحد لهو شهر واحد الالفين واحد وعشرين. الناس اللي متبعين هاد القناة سواء كنتم هاد المنطقة ولا كتعيشوا في اسبانيا ولا قاع خارج اسبانيا. درت فيديو هدرت على هاد القضية. اللي راني كان هدر عليها اليوم. كان عارفه اليوم ما هو اخر نهار في العقد اللي تكلمنا عليه اللي كان ما بين الوزارة ديال الضمان الاجتماعي والادماج والهجرة والارباب ديال الفنادق. باش يشدوا المهاجرين على ما يوجدوا لهم دوك الخيام ديال العسكر وذلك شي اللي كانوا كيدلو لي. ولكن مع هدا ما زال كينين الناس دابع ولا ما زال كينين اشخاص مهاجرين اللي كان في الوطيلات. وتكلمنا على ان تاريخ يعني الاجل اللي كانوا يعاطينا هو واحد وثلاثين في شهر اطناعش. يعني من بعده غدا يكون تفتيشية لهاد الفنادق. على شدرت هاد الفيديو. باش ما تتخلعوش وباش ما يكونش شي يعني يلا بغينا نقوله تبدأ شاوش عراوي يقولوا لكم غاي بدهوا يدخلوا البوليسة غاي بدهوا يفتشو غاي ديوكم. ما تخافوش. الناس اللي رقم بالخصصة فات الوطيلات هادو. فما كيش اللي غاد يقيسكم. والتفتيشية ديال الوطيلات ماشي ليكم انتوما. الارباب ديال الوطيلات. الموالي للوطيلات. علاش لانه اخر نهار عندهم هو هاد النهار ده باش يخوي ولوطيل ديالهم. ويكون جاهز خاوي يعني فقط للسياح. لا اقل ولا اكتر. يعني ماشي تشوفوا البوليس دخلوا وتقولوا انهم غاي يديونا. لا. الترحيل كان. ولكن الترحيل عنده الطرق دياله. الترحيل عنده اجراءات دياله. يعني اللي كنقوله كدر قبل. ماشي يعير كيشدوا الواحد وكي يديوه. من هاد الوطيلات اللي كنتكلم عليهم. يعني الترحيل كيكون عنده طرق واجراءات يعني اللي كدر قبل. لهذا كنبغين اكد لكم. انا مكن اللي غادي يقيسكم. الى جاو قاعد تفتيش اياه. فالغالي بالحال غاديين يرحلوكم من هاداك الوطيل. ويديوكم الخيام. انا ما كنقول لكم مش ما غادي اشترح لكم باتاتا. ولكن النهار اللي غايدخلوا في البوليس ما تتخلعوش تقولوا ان ما غاديين يهزونا. ماشي في هاد طريقة. المهم كين ما قلت. الحكومة ديال هاد الفيلاج اللي هو ديال موغان. اللي كين هاداك الجسر اللي كي خرجوا في المهاجرين. يعني باقة غادية في المصار ديالها. لان اهدرنا على هاد شي كين ما قلت حال هادا. ووعدات. واللي اعطيت وعد بان اصحاب الوطيلات لما اخووش الوطيلات ديالهم في هات التاريخ اللي هو اللي غادي تسال فيه الكنترا ولا العقد. فغادي يعطيهم غارمات مالية. يعني غا يعطيهم بروسيات. يعني كين ما قلت غايد يدوروا البوليس ابتداء من غدا ويشوفوا الوطيلات اللي فيهم بعد المهاجرين غادي يعطيهم للناس ديالهم المالك ديال هاد لوطيل العشرة ديال الايامات. يعني عشريان. باش يقض الامور دياله ويصلح الامور دياله. الى فات ديك العشري ايام ومخوش لوطيل ديالهم والمهاجرين. غادي يعطيهم تقريبا قال لك اه واحد البروسي كي يتراوح ما بين سستالاف احتى مية وخمسين تلالف الاورو. هذا هو اللي جاء في الخبر دياله الحكومة هذا. واخا كين يعني يعني كين عليه اه انا بغير انتقادات كتير اتماية لانا كين عارفوا كين بلديات. هاد المتجمعات اللي كين انتماية ديال 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 كنارياس. وكل بلدية كين كين يحكمها يعني ناس من بعد الاحزاب يعني معينة وكين شوية شد الرد في هاد القضية. ولكن الحكومة اللي معنية بالامر اللي كين في هاد الفلاج اللي تكلمنا عليه ديال الموغان يعني غدا تدير هاد الامر هاده سي او سي. صحاب الوطيلات كين ما قلت عندهم عشرة ايام اجل. خرج البوليس يقلب يشوف. الى كان هاد الوطيل فيه المهاجرين غادي يقولوا المولاه عندك عشرة ايام باش تخوي هاد الوطيل هذا من الناس. المهاجرين اديهم الخيام ولا شوف كي باش تدير لهم. المهم الوطيل خاص يكون خاوي من هنا العشرة ايام. صحاب الامر دياله قاد الامر دياله. تبارك ما قادش ممكن تنزل عليه واحد لبروسي ديال سست الاف ما بين سست الاف حتى المية وخمسين الاف ديال الارو. ولكن اللي نبغي نأكد ديكم عليه مرة اخرى. باش ما نبغاش نطور لهذا بزاف. ما تتخلعوش لان الامر ما كيهمش الناس انتم ولا راكم في الوطيل. وانما بالمالك ديال الوطيل. هذي نقطة اللولة. النقطة التانية اللي بغيت نتقسم معكم اخواني واخواتي هي هذه اللي كتشوفوا معايا. اه الناس اللي موليين كما قلت مولين هاد السنة ديال الفين وعشرين مرة تعلينا يعني كثير وكثير بزاف لانها فيها ضروف يعني خايبة خصوصا الناس مولين الارتي مولين الناس اللي كتطلب الناس اللي كتطلب وهاكذا يعني كل شي عانة كل شي عانة ونتمنى مع هات السنة هذي يعني تفتح لنا شي ابواب ديال الخير. ربما دوت قلبوا اصحاب الديس اصحاب اي حاجة تجديد ديال هذيك البطاقة ديال ديال ديماندا. تاية اللي كان طبعوها كل تلتشهر. اه سب حطات على الموقع ديالها الرسمي على الحساب ديال الرسمي على تويتر. اتقربنا هذي شي يومين. اه هاد الخبر هذاللي كتشوفو كتقول بان نهار سعود وعشرين نهار ثلاثين نهار واحد وثلاثين واحد وجوج وثلاثة في شهر واحد الالفين وواحد وعشرين كما كتلاحظو ما هي هنايا. غادي كون اصلاحات غادي كون اصلاحات في هاد الادارة هذي في هاد المؤسسة. وربما غادي كون البواب ديالها يعني معطلة. نبغيو نديرو اي اجراءات نبغيو نقلبو على اي حاجة نبغيو نستفسروا ولا اي حاجة نصيبو السيت طايح ولا نصيبو اللين يعني ما كيناش. فكترجع لهاد الامر هذي كيما قلت. كتلاحظو كيقول لنا بان اصلاحات يعني كيدلو شي اجراءات شي اصلاحات يعني ديال الاصلاح. فهد سيدة الالكترونيكة ولا في هاد المؤسسة اللي كنت كلم عليها اللي هي ديال سبه. وكيما قلت. غادي قلقت افكتي بعد يعني ما غاديش يكون سربيسي يعني خدام نظر لهاد الامر هذي. اه يعني كيما قلت بزاف ديال الامر. واناك يقول لنا. كانت اسفو يعني لا هاتشي اللي غادي يوقع. هذو ما النقاط اللي بغيت نتقسم معكم اليوم اخواني واخواتي ولكن النقطة اللي مهمة بزاف كيما قلت هي اللي قلت في البداية. كان بغينا اعاود من جدد الشكر ديالي لكم. لان من الصعب من الصعب انك تقنع الناس خمسة الاف مية ميتين تلتالاف عشرين الاف تلاتين الاف اربعين الاف ديال الناس اللي قلسوا ويعطيوك واحد شوش دقائق لها ديال الدقائق اربع ديال الدقائق خمسة ديال الدقائق. على حسب الظروف ديال كل واحد كل شخص. ويتفرج في الفيديو ديالك هاد المدة كاملة. لان الوقت ديالنا كيسوا فلوس. وبالتالي كما قلت واخن نبقى نشكر فيكم قبل نهار فما قدش نوفي لكم يعني الوقت ديالكم. فتحية لكم كبيرة. وشكروا لكم مرة اخرى على اتقاد ديالكم في القناة هذه والدعم ديالها. وكان غير راحب كذلك بالضيوف الجدد. يعني المشتركين الجدد. وكذلك شكر خاص للناس اللي مدعمين هات القناة يعني من اول واحد دار فيها ابوني. حتى انتلاقوا ان شاء الله في السنة الماجئة. يعني الالفين وواحد وعسرين. لم نبقاش كيف صنع لها الا ساعات قليلة. نتمنى نشوفكم ان شاء الله بطاقة جيدة ويعني بحماس. اه لا بنا قولوا بايجابية. تحية لكم كاملين اخواني واخواتي. بكمتم في امن الله.